أهلا بك عزيزي المستفيد سواء كنت مواطن، مقيم، زائر أو حتى ممثلا لشركة أو مؤسسة أو جهة حكومية دعنا بداية نأخذك في جولة سريعة حول مركز الاتصال الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي ينطلق تحت شعار آمن في سبيل خدمته وخدمة مئات الآلاف إن لم يكن ملايين المستخدمين في مملكتنا الحبيبة وقد تولى تأسيس هذا المركز برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بهدف التيسير على جمهور المستفيدين من خلال توفير قناة موحدة للاتصال والتواصل مع كل الجهات الحكومية فيما يخص التعاملات الإلكترونية الحكومية وها هو مركز الاتصال الوطني يقدم خدماته لك فمهما كانت صفتك مواطناً كنت أو مقيماً أو زائر حتى لو لم تكن تتحدث العربية فليس هناك مشكلة لأنك ستتمكن من التواصل مع ممثلين للمركز يتحدثون معك باللغة الإنجليزية أما لو كنت رجل أعمال أو حتى ممثلاً لجهة حكومية فسيكفيك الاتصال بالمركز هاتفياً أو عبر رسالة إلكترونية أو من خلال زيارة موقعه الإلكتروني أو من خلال المحادثة الحية أو بإرسال رسالة نصية يمكنك أيضاً إرسال تساؤلك بالفاكس وقد يكون تصفحك للفيسبوك أو تويتر كافياً الأهم في الموضوع أن كل طرق ستؤدي إلى مبتغاك وستحصل على الاستشارة والمساعدة والدعم الفني فوراً عبر أي من أدوات الاتصال التي يوفرها مركز الاتصال الوطني حيث ستجد موظفين مدربين ذوي كفاءة عالية للرد على جميع استفساراتك سواء كانت استعلامية أو إجرائية أما الهدف من كل ذلك فهو خدمتك بشكل سهل ومبسط إلى جانب تقليل الأعباء على القطاعات الرئيسية المقدمة للخدمات وبالطبع فإن نتائج كثيرة ستنتج عن هذا العمل منها رفع مستوى جودة التعاملات الإلكترونية الحكومية والاستجابة السريعة والفعالة للحالات الطارئة والمساهمة في التحول إلى البيئة الإلكترونية آمر اشتركوا في القناة